ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله كشفت مصادر إعلامية مطلعات تفاصيل الكاملة لمقتل الطالب أنور بمدينة طنجة وكيف تمكن المحققون من الاهتداء لهوية المتهمة الرئيسية حيث استعانت برقم هاتف مجهول وصورة طفل على تطبيق الترسل الفوري واتساب ووفقا لما أوردته يومية الأخبار في عددها الصادرة اليوم الأربعة 23 نومبر الجاري فإن المحققون بولاية أمن طنجة فتحوا تحقيقنا مباشرة بعد إختارهم بخصوص جريمة قتل الطالب حيث ركزوا في مرحلة أولية على تحديد هوية أصدقائه ومعارفه وموازاة مع ذلك قامت عناصر الأمن بتعمق البحث مع حراس العمارة التي كان يقطنها الهالك في حين أفضى تتبع كاميرات المراقبة إلى طريق مسدود ذلك أنها كانت معطلة منذ فترة طويلة في حين لم يتم العطور على هاتف الضحية وحاسوبه الشخصي والذين كان من شأن توفرهما أن يساعد على فك لغز هذه الجريمة خلال ضرف وجيز ونظرا لعدم توفر الأدلة سالفة الذكر توجهت عناصر الأمن لافتحاص المكالمات الهاتفية للهالك حيث اتضح أن رقما هاتفيا مجهولا ورد على لائحة الاتصالات الهاتفية بشكل استثنائي قبيل واقعة العطور على جثة الضحية وتبعا لذلك قام المحققون بتتبع مصاري هذا الرقم الهاتفي والذي لم يكن مسجلا لدى الشركات الخاصة لكن الرقم نفسه تواصل مع رقم آخر وانقطع بشكل نهائي ليتم تتبع مصاري الرقم الهاتف الأخير الذي اتضح أن صاحبه يقطن بمدينة مارتيل وفور تحديد هوية صاحب الرقم انتقلت فرقة أمنية خاصة إلى مارتيل حيث تبين أن صاحب الرقم يشتغل بإحدى المقاهي المحلية ولما تم استفساره عن الرقم الذي اتصل به قبيل وقوع الجريمة أنكر في البداية لتتم مواجهته بصورة طفلة على تطبيق الواتساب لنفس الرقم الذي كان مشغلا قبل أن يتم التخلص منه هذا وقد اعترف المعني بالأمر فيما بعد بأن الرقم المجهول ليس سوى لقريبته الفتاة والتي تكون ابنة أخته في حين أن الصورة التي كانت تضعها على تطبيق الواتساب هي لإحدى قريباتها ومباشرة بعد ذلك انتقلت فرقة أمنية إلى بيت سكان الفتاة بمارتيل مرفوقة بقريبها ولما تم استفسارها عن معرفتها بالطالب الذي هزت جريمته طنجة اعترفت في الحين ليتم حجز معيداتها الإلكترونية بغية تعميق الأبحاث هذا وقد اعترفت المعنية بالأمر أن الهالك قد دعاها إلى شقةه من أجل التعارف فقابلت بذلك إلا أن خلافة عنفة وقعت بينهما فاستلت سكينا من المطبخ فطعنته في ظهره ووجهت له طعنة أخرى في أنحاء متفرقة من جسمه ثم فرت من عين المكان بعد أخذ هاتفه وحاسوبه لإخفاء آتار الجريمة أما بخصوص أداة الجريمة فقد اعترف خال المتهمة أنه قام برمي السكين بمكان خلاء كما اعترف بإتلاف الحاسوب وهاتف الضحية وهي الأدلة التي عتر عليها المحققون فيما بعد ترجمة نانسي قنقر